السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في حلقة اليوم سوف نتكلم عن البابريكا والتحميرها بدرجة المغربية اللي يتم تحضيرها انطلاقا من تجفيف الفليفل الحلو الأحمر اللي كدل علاء أنه غني بمادة الليكوكين بالإضافة إلى مادة الكارسيسي هاد المنورة والتحميرها بدرجة المغربية يمكنك تحضيرها في المنزل لاش؟ لأنه بكل بساطة غادي تفادى التحميرها والبابريكا اللي مضاف لها ملوينات استهناعية مضاف لها كذلك زيوت وكتكون مغشوشة في أغلب الحالة لذلك يفضل تحضير البابريكا والتحميرها بالمنزل اللي عندها هي كدخل ضمن النطاق دي للتوابل المغربية المنكهة للأطباق الرئيسية بالإضافة إلى أنها عند قيمة غدائية وصحية فهي غنية بمجموعة كبيرة من مضادات الأكسادة بالإضافة إلى المعادن فكلقاو فيها الكالسيوم بحديد الماكريزيوم فوسفول كوتاسيوم الزينك القاو فيها بالإضافة إلى فيتامينات أخرى حمضة الفوليك بالإضافة إلى أحماض دهنية أحادية غير مشبهة فالبابريكا كنت تدخل ضمن البهارات والعطرية المغربية اللي بتعطي واحد نكهة خاصة واحد المضاق الرائع أكيد عندها العديد من الفوائد كيفما شاهدتم معي بحلقات سابقة اللي كنت نتناولنا فيها الوصفة الخاصة بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس كنا نستعملنا فيها الفلفل الحار لأنه غني بمادة الكابسيسين اللي كنشط الدورة الدموية وبتالي كيغدي الشعر من الجذور وكيساعد على نمو كذلك الشعر من جديد كيعالج المشكلة دي الصلاة فأكيد البابريكا والتحميراء قديما كنا نستخدمها لالتهابات والجروح تساعد الالتئام الجروح بسرعة فالتحميراء اللي كي تصعب انطلاق المنورة للفلفل الحلو للفلفل الحلو اللي كي تزرع في منطقة أزيلال بنيملال وبالضبط في عليل ويد في هذه المنطقة كي تزرع بها بكميات كبيرة ويتم تصنيع ديالها غير أنه كما قلت لكم يفضل أنك تشريها مجففة وتقوم بالطحن ديالك في منزل ستلاحظوا أن حتى اللون لا يوجد إضافات ولا ملوينات وكما تستفدو من القيم القصوى من الفوعد كيفما كتعرفوا في البابريكا كنا نستعملها في وصفات الشعر لعلاج المشكلة دي الصلاة تجديد دورة دموية أو تنشيط دورة دموية تستعمل كذلك في الحفاظ على صحة البشرة بشكل جيد لأنها غنية فيتامين أ فيها الفيتا كاروتين كما قلنا فيها مادة الليكوبين اللي كنت تكلمنا عليها في غير ما مرة فتساعد كذلك على العلاج ديال العلمات ديال الشيخ يمكنك تحضر وصفات جيد بسيطة زيت الزيتون أوراق النعناع المجفف وضيف لها البابريكا بعد ما نتركوه لواحي يومين نضيفوا لملعقة ديال البابريكا وملعقة ديال النعناع المجفف نتركوه باش يتلقونا دوك المواد الفعالة في الزيت نقوم بتصفية ديالهم بعد ما نستعملوا على البشرة ديالنا فهو يساعد في علاج الحروق وعلاج الالتهابات يساعد كذلك في التخفيف من العلمات ديال الشيخ وقوة التقدم في السن يدخل فحدة عدد ديال الوصفات الجيدة لصيحات البشرة والجيد وقيمنا الالتهابات يعالج الحروق جيد كذلك هذه البابريكا لخفض ضغط دم المور البابريكا والتحميرات تساعد على الهضم بشكل جيد وتعادل الحموضة ديال الماعدة بشكل فعال فالكتير من الفوائد يكينا في البابريكا يفضل تحضير ديال الفوائد فبالتجربة أن التحميرات مضادة للتهابات مضادة كذلك لتساعدها لتحمل الجروح جيدة للفروة والاستشعر جيدة لتنشيط دورة دموية لعلاج الصلاة لعلاج المشكلة ديال الشيب والعديد من الفوائد اتمنى اتمنى حلقة اليوم على طريقة التحضير ديال البابريكا والتحميرات في المنزل اشتركوا في الناس العجاب ديالكم ان كان كذلك اضغطوا على زر لايك مشاركة حتى تعوموا الفائدة والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة